اسرق مني طريقة الرسم دي وبقر بيها أصحابك ويلا بنا نشوف ابدأ بكتابة كلمة بوي بخط واضح وخلي الحروف تكون مفرودة عشان شكلها يبان كويس بعد كده ارسم خط منحاني تحت الكلمة يربط بين الحرفين الأول والأخير فوق الكلمة ارسم خط شبه نصف دائرة بس مفروض من تحت شوية عشان يعمل شكل الشعر تحت الكلمة ارسم دائرتين جنب بعض عشان تكون النظارة وخلي كل دائرة تلمس الكلمة من فوق من تحت الكلمة والنظارة ارسم خطين صغيرين على الجانبين دول هيكونوا الأذن في الآخر ارسم خط منحاني صغير تحت الكلمة عشان يكون شكل الابتسامة وبكده حولنا كلمة بوي لوجه إنسان مالا فيه ايه؟ نفسك ترسم رسمة سهلة وبسيطة وطيب إرباء أصحابك؟ يلا بنا نشوف ارسم بيضاية كأنك بتفطر بيضة مسلوقة وفوقها مثلثين شبه قبعات عيد ميلاد تحتها خطين صغيرين للجسم وخط طويل شوية كأنه عصاية بعد كده ارسم رجلين تحت الخط الطويل على شكل رقم الثلاثة مقلوب على الجنب وكفوف صغيرة جنبها ارسم خط ملتوي جنب الجسم كأنه مكرون اسباجيتي وده هيبقى الديل ضيف دايرتين كبار للعيون على البيضاية وجواهم نقطتين صغيرة تحت العيون ارسم بق صغير مفتوح وشوية شوارب على الجنبين في الآخر لون الجسم كله بالبني مع عدل عيون والبؤ وهوب القطة جهزة بنظرة كيوت ركز كده معاينة دي أسهل رسم أي حد يقدر يرسمها وتبقى رباق أصحابه ويلا بلا نشوف ارسم رقم تسعة كبير على الورقة ارسم دايرة جنب الرقم ضيف للرقم أنف طويلة شوية جوه الجزء الدائري ارسم دايرتين صغيرتين عشان يعملوا شكل العينين وخليهم شكلهم ظريف من طرف العين ارسم حرف يو وبعد كده نرسم الأزن ارسم خط منحني كأنه ضحكة عشان تبين أنه فرحان بعد كده فوق الرأس ارسم خط منحني كبير كأنه كاب وبعدين أضف خط صغير ورا الكاب كأنه ماسك من ورا على جنب الرأس ارسم شوية خطوط كأنهم شعر ارسم رقبة بسيطة وجسم صغير عشان يكتمل شكل الراجل طالما جيت خد مني طريقة الرسم دي ويبقر بقى أصحابك ويلا بلا نشوف هنرسم حرف يو زي اللي بتكتبه في الكراسة بعد كده هنرسم من طرف الحرف مسلث مقلوب فوق المسلث هنرسم نص دايرة بعد كده هنرسم خطين موازين لبعض ومن الشمال هنرسم ورقة شجر جواها خط ونكرر نفس الورقة في جنب اليمين وبكده رسمنا وردة من حرف يو مش معنى أنك ما بتعرفش ترسم يا ما بتعرفش ترسم الرسم السهلة على المالك دلوقتي دي وتبهر بقى أصحابك ويلا بلا نشوف ارسم نصف دايرة كبيرة في نص الورقة على يمين الدايرة ارسم شكل طويل مدبب يشبه جناح أو قرن ولفرين وكرر نفس الشكل بالضبط على النحيدة التانية بحيث يبقوا مواجهين لبعض جوه كل جزء اعمل خط منحني صغير زي عين حادة من الطرفين وخلي المسافة بينهم صغيرة علشان يبانوا كأنهم واجهين متقابلين شير الفيديو لأي حد حابب يتعلم الرسم واحفظه عشان لو حبيت ترجع له مرة تانية الفيديو دا لازم يوصل لأي حد ما بيعرفش يرسم أو حابب إن هو يتعلم الرسم أعلمكم بيه رسمة جديدة تبهروا بيه أصحابكم ويلا بلا نشوف ارسم مستطيل عريض للمسجد وحط فوقه قبة مدورة وهلال ارسم باب على شكل يو مقلوب في النص أضف مربعات صغيرة كأنها شبابيك ارسم مستطيل طويل وحط فوقه نص دايرة كقبة وارسم هلال فوقها ارسم شباك صغير جواه شير الفيديو لأي حد حابب يتعلم الرسم واحفظه عشان لو حبيت ترجع له مرة تانية أنا إسلام شكري رسام الشخبطة أتحداكي بعد ما تشوف الفيديو دا حتكوني مستطيل ففترية الرسم دي ويلا بنا نشوف أول حاجة نبدأ بيها هي الفيونكا ارسم دايرتين جنب بعض وفوقهم نص دايرة كبيرة زي شكل الفيونكا اللي فوق راس بعد كده نرسم الرأس على شكل دايرة كبيرة تحت الفيونكا نرسم ودنين على الجنبين زي مسلسين حوافهم مدورة دلوقتي نرسم الجسم على شكل مربع صغير تحت الرأس ونخلى في النص خط يمثل الرقبة نرسم اليدين واحدة في الشمال مسكة القلب اللي هنرسمه على شكل قلب بسيط واليد التانية ناحية الجسم نرسم الفستان اللي فيه شكل قلوب صغنططة على الصدر دلوقتي نرسم العيون عينين بيضاويتين صغنططين في منتصف الوجه وخلي بينهم مسافة صغيرة بعدها نرسم الأنف على شكل دايرة صغيرة في منتصف الوجه هنيجي دلوقتي نرسم الشنب هنعمل خطين خطوط رفيعة على جنب كل خد